طيب دكتور علي هناك اندهاش في الإعلام البريطاني لأول مرة لم يتم القبض على مشجع إنجليزي بسبب قيامه بأعمال شغب طبعا نحن نعلم إصرار قطر مع الفيفا على منع وحظر الخمور في الملاعب ويبدو بأن هذا الأمر يسبب حالة من الاندهاشة لدى صحافة الإنجليزية جعلها تتحدث عن هذه الأخبار الفريدة المباريات كرة القدم أنا عشت في بريطانيا فترة طويلة من الزمن المباريات أنا كنت مراسل للبي بي سي في لندن منذ ثمانية وسبعين لحد الفين لحد الف وتسعمية واثنين وثمانين حتى المباريات التي تحدث في داخل بريطانيا بين نادي ونادي مانشستر يناتد مع ليفر بول وهكذا توتنم مع ليفر بول توتنم مع مانشستر وهكذا لأنهم يشربون الخمور من الصباح يشربون الخمور فتحدث أعمال شغب وفي سنة الف وتسعمية أربعة وثمانين أن أسعفتني الذاكرة نتيجة الاستامبيد نتيجة الازدحام والناس السكارة قتلة توفي أكثر من مئة مشجع بريطاني غير مئات الجرحى والمصابين نتيجة شرب الخمور في قطر الحمد لله تقريباً أكثر من ثلاث ملايين جاءونا في حدوث ثلاث ملايين وسبعة وعشرين ألف ولم تحدث حادثة شغب واحدة لم تحدث قط في قطر لماذا؟ ليس هناك خمور في الملاعب ليس هناك خمور في محيط الملاعب الناس يأتون بكامل وعيهم إلى المباريات وينصرفون من المباريات بكامل وعيهم وبسلاسة وبعذوبة اشتركوا في القناة